أعزائي طلبات الطلبات السنوات العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدارس على الهوى الحلقة رقم 26 صباح الخير على كل طلبنا الأعزائي صباح الخير على كل مدارسي المواد الفلسفية على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنين كل ملاحظتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنوا من الكمال النهاردة هيكون في ديافتنا أستاذ المواد الفلسفية مستر إبراهيم عزاك صباح الخير مستر أهلا بسلام مشاهدين وأهلا بحضرتك وأهلا بطلبنا الأعزائي وإن شاء الله تبقى حلقة مفيدة وإن شاء الله تبقى إضافة لهم إن شاء الله حلقة موفقة إن شاء الله مستر لو في عيانتك أي ملاحظات للتلوة بتاعتك قبل ما ندخل في الحلقة أوكي أحب أقول لهم بس استفيدوا من النظام الجديد النظام الجديد للتعليم هيبقى مفيد لكم خاصة أنه يتجنب الاعتماد على الحفظ بيعتمد على فهم المعلومة فإن شاء الله تكون إضافة لكم وإن شاء الله تستفيدوا منها في المستقبل ويبقى نظام التعليم الجديد دوت بيأهلكم لسوق العمل إن شاء الله إن شاء الله واللتحكم للجامعة طبعا أولا ثم الاستفادة منه في سوق العمل وربنا ورفقهم إن شاء الله وتبقى الأمور قويسة إن شاء الله اتفاضل يا أستاذ رمي أولا هندي بعض المعلومات كده عن منهج ده إحنا طبعا النهاردة إن شاء الله هنشتغل علم نفس علم النفس تلات أبواب أول باب أو أول موضوع في علم النفس بيتحدث عن الزكاء ونظريات التعلم يبقى أول الموضوعات اللي هندرسها مع بعض اسمها الزكاء ونظريات التعلم الباب الأول بيتحدث عن موضوع رئيسي اسمه الزكاء ونظريات التعلم الباب الثاني بيتحدث عن موضوع اسمه النموم الموضوع التالي طبعا في النمو دوت او في الباب النمو احنا هنتكلم على مراحل عمر الانسان مرحلة الجنين مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة الرضاعة مرحلة الطفولة المبكرة مرحلة الطفولة المتأخرة ثم اهم مرحلة في حياة الانسان مرحلة المراهقة اللي هي سنكو واللي هنعرف عنها تفاصيل وهنتكلم على سلوكيات الإنسان في كل مرحلة فالباب الأول بيتحدث عن الزكاء والتعلم أو نظريات التعلم الباب الثاني بيتحدث عن النمو الباب الثالث بيتحدث عن الشخصية هنعرف تعريفات الشخصية وأنواع الشخصية وبعض التفاصيل المهمة اللي هتنفعك في حياتك إن شاء الله عن الشخصية طيب هنخش في الموضوع على طول إحنا أول موضوع عندنا يا مستر أحمد اسمه طبيعة الزكاء مين بيهتم بموضوع الزكاء؟ أكثر العلوم اهتماماً بموضوع الزكاء هو علم النفس يبقى مما لا شك فيه إن علماء النفس بيهتموا جداً بموضوع الزكاء بس يا طرع علماء النفس بس اللي بيهتموا بموضوع الزكاء؟ لا كمان علماء الوراثة طب هل في علاقة أصلاً بين علم الوراثة وموضوع الزكاء؟ طبعا في علاقة لأنه دوت القدرات العقلية بتتحدد على أساس الجينات ففي علاقة تسمع ده يقول إيه ده زكي زي بابا فإذن علم الوراثة من أهم العلوم اللي بتهتم بموضوع الزكاء كمان علم البيئة طب إيه علاقة البيئة بموضوع الزكاء المفروض ملهاش علاقة لها طبعا تأثير وعلاقة البيئة كل إنسان عنده قدرات عقلية البيئة يا بتنمي الزكاء يا بتنمي القدرات العقلية يا إما بتقلل منها فليها تأثير طبعا على الزكاء يبقى إحنا عندنا كم علم بيهتم بموضوع الزكاء عندنا علم النفس وعلم الوراثة وعلم البيئة طيب تلات علوم بيهتموا بموضوع الزكاء يا ترى هيوجد بينهم اتفاق ولا اختلاف في دراسة الزكاء علم النفس علم الوراثة علم البيئة هيدرسوا موضوع الزكاء بنفس الطريقة مش ممكن أكيد فيه اختلاف ما بينهم أولا فيه اختلاف فيه فيه اختلاف في المنهج علم النفس بيستخدم منهج مختلف عن علم الوراثة وعلم الوراثة بيستخدم منهج مختلف عن علم البيئة وأكيد علم البيئة بيستخدم مناهج مختلف عن علم النفس والوراثة يبقى لا يوجد اتفاق بل يوجد اختلاف اختلاف فأول اختلاف وأهم اختلاف هو اختلاف منهج طب لما يكونوا مختلفين في المنهج هيفهموا الزكاء بنفس الطريقة؟ أكيد لا أكيد لا طب لما يكونوا مختلفين في المنهج والفهم هيدرسوا الزكاء بنفس الطريقة؟ أكيد لا يبقى أنا عندي كم اختلاف في دراسة موضوع الزكاء؟ اختلاف أولاً في المنهج ثم اختلاف في الفهم أو الفهم ثم اختلاف الدراسة طيب إيه سبب الاختلافات الكتيرة دي ما بين علماء النفس والوراصة والبيئة السبب الرئيسي أن الزكاء ليس شيئاً ليس شيئاً مادياً محسوساً يعني إيه الزكاء ليس شيئاً مادياً محسوساً حضرتك ممكن تحدد طولي تشوفني كده تشوفني طويل ولا قصير حبك شايف إيه يا سوز أحمد طويل طويل يبقى إذن الأحجام أو الأطوال ملحوظة بشكل مباشر طويل حضرتك لو بسط لي ممكن تحدد نسبة زكاية من النظر كده شاركنا كده يا سوز أحمد ممكن تحدد نسبة زكاية من النظر تشوفني فتحدد نسبة زكاية بقول أنا على الكلام لا أنا بقول لحضرتك من النظر تشوفني كشكل تحدد نسبة زكاية يبقى الزكاء ليس شيئاً مادية ولا محسوساً ولا يقص ولا يلاحظ بشكل مباشر مين يلاحظ بشكل مباشر؟ الأطوال الأوزان الأحجام لكن الزكاية ليس شيئاً مادية محسوساً وبالتالي العلماء كل واحد فيهم هيفهم الزكاية بطريقة مختلفة كل واحد فيهم هيئيس الزكاية بطريقة مختلفة كل واحد فيهم هيدرس الزكاية بطريقة مختلفة يبقى أنا عندي تلاتة اختلافات أولاً اختلاف منهج ثم اختلاف فهم ثم اختلاف في الدراسة طب ايه سبب الاختلافات الكتير ما بين علماء النفس والوراثة والبيئة ان الزكاء ليس محسوسا ان الزكاء ليس شيئا ماديا محسوسا وهنا عندنا تركيز على اسئلة الصح والغلط طبعا احنا عارفين طبيعة الاسئلة اللي متوقعة في الامتحانات السنة دي هتكون ما بين اختيار من متعدد وما بين صحة وغلط فهنسأل بعض طلابنا كده او نسأل طلابنا اللي بيشاهدونا يا ترى هل يوجد اتفاق بين العلماء في فهم طبيعة الزكاء خطأ خطأ طب يوجد اختلاف في فهم طبيعة الزكاء طب مشكلة الزكاء او طبيعة الزكاء مشكلة ايه منهجية الازمة فيها الحقيقية هي ازمة اختلاف في المنهج هي مشكلة منهجية فلو قال لي مشكلة منهجية تبقى صح طب لو قال لي يوجد اتفاق خطأ خطأ طب لا يوجد اتفاق صح طب لا يوجد اختلاف خطأ طب يوجد اختلاف يبقى احنا هنا هنركز على صيغة الأسئلة اللي متعلقة بالصح والخطأ طيب يبقى احنا قلنا كمان نقطة مهمة وسؤال مهم يعني ممكن وارد يجي جدا في الامتحان أن الزكاء ليس شيئا ماديا محسوسا طيب ده معناه وده مش مذكور في المنهج بشكل صريح لكن انت المفروض كطالب تستنتجه احنا عارفين أن طبيعة الأسئلة الجديدة معتمدة على الفهم والاستنتاج الزكاء ليس شيئا ماديا محسوسا ده معنى أن الزكاء شيء معنوي ليس شيئا ماديا محسوسا ده ينقلنا لجزئية تانية وعنصر تاني في المنهج وهو تطور مفهوم الزكاء أو نسبة الزكاء وهنا هنتكلم عن عدة مفاهيم أول مفهوم هنتكلم عنه اسمه المفهوم الفلسفي ومدام هنتكلم عن المفهوم الفلسفي هنتكلم عن أشهر الفلسفة وهو أرستو أرستو بيقول أنه النفس الدنيا النفس الدنيا هي التي تقوم بالوظائف الحيوية إيه هي الوظائف الحيوية للإنسان؟ إيه اللي بيخلي الإنسان مميز عن بقية الكائنات؟ العقل العقل لكن كمان بيشترك مع الكائنات الأخرى في الشهوة كمان العاطفة أنا يهمني من التلاتة دول إيه؟ صحيح الإنسان عنده عقل عنده شهوة عنده عاطفة لكن أنا يهمني هنا الكلام على مين؟ العقل العقل طبعاً بيتميز به الإنسان فقط وهو أرقى صور النفس إيه هي صور النفس اللي إحنا تكلمنا عليها؟ نفس اللي هي ثلاث أشكال عقل وشهوة وعاطفة يبقى العقل هو أرقى صور النفس بيقول أرستو إيه بقى؟ بيقول أرستو أن العقل هو الذي يتحكم في الزكاء يبقى تكلم عن الزكاء بشكل فلسفي أن الإنسان لديه نفس النفس أرقى صورها والعقل هو الذي يتحكم في الزكاء في الزكاء وده بينقلنا المفهوم تاني اسمه المفهوم البيولوجي تمام المفهوم البيولوجي بيقول أن الحياة العقلية أو العقل مسؤول عن جانبان جانب معرفي وجانب وجداني اللي اتنين دول الجانب المعرفي اللي هو بالتأكيد مكتوب مسؤول عن اكتساب ليه؟ المعلومات المعلومات والجانب وجداني مسؤول عن المشاعر والعواطف والأحاسيس تمام اللي اتنين دول هم اللي بيساعدوا الإنسان على التكيف مع البيئة يعني أنا بتعامل مع الناس أنا مثلا بحضر مع مدرس أو بفهم من مدرس بكتسب منه المعلومات لكن كمان أنا بحبه وبحب أتعامل معاه يعني جانب ايه؟ وجداني وجداني مسؤول عن المشاعر والعواطف الاندماج مع البيئة خدوا بالكم اللي موجود في المنهج بتاعنا هي كلمة التكيف معه المعنى اللي موجود عندنا بس ليه مراضفات تانية زي الاندماج مع البيئة أو التأقلم مع البيئة أو التفاعل مع البيئة يبقى أنا بتفاعل مع البيئة إما عن طريق المعرفي المعرفي اللي هو اكتساب المعلومات أو الجانب الوجداني اللي مسؤول عن المشاعر والعواطف والحسيس جميل يبقى أنا عندي مفهومين حتى الآن المفهوم الأول هو المفهوم الفلسفي اتكلم عنه أو تحدث عنه أرستو أرستو اتكلم عن الزكاء بشكل فلسفي الإنسان جواه نفس أرقى حاجة في النفس العقل العقل هو الذي يتحكم في الزكاء المفهوم البيولوجي بيقول إن العقل والحياة العقلية جانبين جانب معرفي وجانب وجداني أنا بتعامل مع الناس يا إما عن طريق الجانب المعرفي بكتسب منهم معلومات وبستفيد منهم أو عن طريق الوجداني الوجداني فيه ناس ما بكتسبش منهم معلومات وما بستفدش منهم بحاجة بس بحبهم يبقى أنا بتأقلم مع البيئة أو بندمج مع البيئة عن طريق الجانب المعرفي والجانب الوجداني ثم المفهوم الاجتماعي طب المفهوم الاجتماعي يشير إلى إيه القدر على التفاعل مع الآخرين القدر على التعامل مع الآخرين ممكن ولد أو بنت يكون متوسط في الدراسة لكن أصدقاءه كتير محبوب باستصحابه يقعد في أي مشكلة يحلها لما بيواجه مشكلة بيعرف يحلها محبوب قوي دمه خفيف عنده حس فكاهة نقدر نقول عليه غبي بكيب لا بيتقال عليه بس زكي إيه زكي بس بيتقال عليه زكي إيه اجتماعيا عنده قدرة على التفاعل والتعامل مع الآخرين فإذن الزكاء ليه أشكال مختلفة مش بس الزكاء اللي هو التفوق في الدراسة كمان الزكاء ليه أشكال مختلفة مثل الكنيع وهو القدرة على التفاعل والتعامل مع الآخرين المفهوم الأخير وده المفهوم المهم بالنسبة لنا هو المفهوم النفسي ليه أهم مفهوم بالنسبة لي هو المفهوم النفسي لأن إحنا بنتكلم عن علم النفس إلا إحنا هنا هنتكلم على علماء النفس أول واحد هنتكلم عنه اسمه تيرمن تيرمن بيعرف الزكاء بشكل مباشر بيقول الزكاء هو القدرة على التفكير المجرد الزكاء هو القدرة على التفكير المجرد يعني إيه الزكاء هو القدرة على التفكير المجرد يا أولاد يعني طالب بيحل مسألة رياضية بعقله المجرد لا يتأثر بأي أهواء يعني ما بيستخدمش أدوات ما بيستخدمش آلة ما بيستخدمش ورقة أو ألم بيفكر ويحل من غير استخدام أدوات أو حواس أو ورقة أو ألم بمجرد التفكير بيقدر يحل المسألة الرياضية نقول عليه زكي نقول عليه زكي يبقى الزكاء هو القدرة على التفكير طب لو الولد دوا بيديله مسألة صعبة بيحلها ما تتحلش من غير إلا بورقة أو ألم وحلها بمجرد التفكير نقول عليه زكي جدا طب لو مسألة مش ممكن تتحل من غير آلة وحلها من غير آلة بمجرد عبقري هنقول عليه عبقري يبقى الزكاء هو القدرة على التفكير مين اللي قال كده تيرمن من أهم علماء النفس جيه كمان واحد اسمه عالم نفس معروف اسمه سبرمن سبرمن قال الزكاء ليه تعريف تاني هو القدرة على القدرة على إدراك العلاقات القدرة على إدراك العلاقات سبرمن عرف الزكاء بشكل مختلف عن تيرمن قال الزكاء هو القدر على إدراك العلاقات زي طالب حضر الحصة الأولى ثم حضر الحصة التانية في نص الحصة التانية المدرس سأل سؤال كانت الإجابة من الطالب جزئية أو عنصر من الحصة الأولى مع جزئية أو عنصر من الحصة التانية فالمدرس قال له برافو عليك انت ولد زكي ليه وصفوا بالزكاء لأن الولد دوت أدرك أن فيه علاقة ما بين ربط الوقوع العلاقة إدراك العلاقة يعني إدراك الترابط بين الأجزاء بين العناصر بين الأحداث في مادة مثلا زي التاريخ نقول عليه زكي لأنه أدرك العلاقات يبقى تيرمن بيعرف الزكاء بأنه تفكير مجرد يزبر من بيعرف الزكاء بأنه إدراك العلاقات وكسلر وده آخر عالم معنا بيعرف الزكاء بأنه القدرة على العمل الهادف إيه رأي حضرتك في واحد مش بيعرف يحل المسألة الرياضية كويس لأنه مثلا ما تعلمش أو ما هو الشاطر في الدراسة مستوى 70% بس بيستخدم زكاءه في العمل ممكن واحد يكون صناعي سباك ميكانيكي مجر حباد بيستخدم عقله وزكاءه في تحقيق أهدافه في العمل نقول عليه زكي نقول عليه زكي طبعا السؤال هنا بقى ترمن بيعرف الزكاء خدوا بالك يا أولاد من السؤال دوت هنربطه بحاجة وهنشوف استنتاجاتكم للمنهج ترمن بيعرف الزكاء بأنه تفكير مجرد اسبرمن بيعرف الزكاء بأنه إدراك العلاقات وكسلر بيعرف الزكاء بأنه عمل هادف هادف ليه اختلفوا بالشكل ده ليه العلماء مختلفين ليه ما اتفاقوش على تعريف واحد لأن احنا قلنا في الهول الزكاء شيء مدي محسوس اختلاف 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 الاختلاف مش بس ما بين علم النفس ومش بس ما بين علم الوراثة والبيئة ده حتى ما بين العلماء النفس نفسهم العلماء النفس أنفسهم يوجد بينهم اختلاف ولذلك كل واحد فيهم عرف الزكاء بطريقة مختلفة فترمن بيركز على التفكير المجرد إنك تحل المسائل بمجرد التفكير سبرمن بيركز على إدراك العلاقات بين الأجزاء بين العناصر بين الأحداث وكسلر لا بيقول ده الزكاء استخدم عقلك في العمل استخدم عقلك في تحقيق أهدافك وكل واحد فيهم والمعلومة دي معلومة إضافية عايز الناس تسمعها مني لأن أنت بناءا على المعلومات الإضافية ممكن يجي لك أسئلة مرتبطة بالمنهج كل واحد فيهم بيعمل اختبارات كل واحد فيهم بيعمل اختبارات اختبارات بتحدد نسبة للزكاء فتيرمن مثلا بيقولي الذكاء تفكير مجرد فبيعتمد على حل المسائل الرياضية وبيعمل اختبار يحدد بنسبة الزكاء بناءا على قدرتك على حل المسائل الرياضية نفس الكلام عملوا مين سبيرمن سبيرمن اللي بيتكلم على إدراك العلاقات أكيد هنا الاختبارات هتبقى مختلفة لأنه بيقص بمعيار مختلف اللي هو إدراك العلاقات نفس الكلام ميكي سلار لو هتسمحولي هقول لكم معلومة إضافية مفيدة جدا ممكن تنفعكم في فهم الجزئية دي بشكل أكبر نسب زكاء البشر إيه نسب زكاء البشر؟ نسب زكاء البشر كده بعض الناس نسبة زكاءه 140% بعض الناس نسبة زكاءه من 120% ل140% بعض الناس من 110% ل120% بعض الناس من 90% ل110% من 80% ل90% من 70% ل80% بعض الناس من 50% ل70% وفي ناس من 25% ل50% وفي ناس أقل من 25% دي شهيليم مواد دول وقت لا ده هنقول أسميهم دلوقتي طبعا 140% في ما فوق بيبقى اسمه عبقري جميل 120% ل140% اسمه زكي جدا من 110% ل120% اسمه فوق المتوسط أو زكي بس لو إحنا استخدمنا نفس الألفاظ اللي فوق من 90% ل110% اسمه متوسط الزكاء وده معظم البشر معظم البشر بيشتركوا في المنطقة دي اسمها متوسط الزكاء من 80% ل90% أقل من المتوسط من 70% ل80% بينسميه عنده غبي باختصار يعني أو بشكل بسيط زي ما قلنا هنا إيه؟ زكي هنا المستوى الأقل نسميه غبي هنا بيبقى عنده إعاقة عفوا نزا هنا بيبقى عنده إعاقة أقل من 25% أو من 25% ل50% نقدر نسميه قبله أقل من 25% باسمه معتوه وهنا يعني إيه؟ دي نسب زكاء بعض البشر نقول معلومات ظريفة وبسيطة تمام الدكتور أحمد زويل نسبة زكاء وقد دي أكيد عالية جدا نسبة زكاءه عبقاري 165% بسط حضراك العبقارية بتبدأ أعلم مع عبقاري كماني تمام دي معلومة إضافية بسيطة وظريفة أتمنى أن أنتم كنوا استفدتوا منها وممكن تنفعنا دلوقتي في الشرح اللي هنكمله مع بعض نرجع لتيرمن تيرمن بيئيس الزكاء بتفكير إيه؟ مجرد بيحدد بها النسب الزكاء دي سبيرمن بإدراك العلاقات ووكسلر بالعمل الهدف طيب أتمنى أنتم كنوا استفدتوا من الجزئية ديت وفهمتوها ونقدر نكمل مع بعض إن شاء الله تمام جاء مين بقى أهم معالم هنتكلم عنه النهاردة جاء واحد اسمه جاردنر جاردنر سنة ألف تسسعمية تلاتة وتمانين قال إيه ما فيش زكاء أهم 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 إحنا كنا مناخد إيه؟ قال ما فيش زكاء أهم ما فيش زكاء واحد أهم إيه؟ عدة زكاء أيوان زكاءات أهم قدرات تمام كفاءات لكن ما هواش زكاء واحد مين بيقيس الزكاء بطريقة واحدة؟ تيرمن تيرمن بيقيسه بالتفكير المجرد مين بيقيسه بطريقة واحدة؟ سبيرمن بيقيسه بإيه؟ براك العلاقات وبيحدد نسب الزكاء اللي إحنا كتبناها من شوية دي جاردنر قال لا ما فيش زكاء ده فيه؟ زكاءات يعني أنواع مختلفة من الزكاء من الزكاء ده معناه أن الزكاء ليس نوعاً واحداً وده معناه أن الإنسان قد يكون مميزاً في زكاء ما أكثر من غيره أن الإنسان قد يكون مميزاً في زكاء ما أكثر من غيره نقول مثال بسيط نفهم بي نحن قلنا المعلومة نفهمها مثلاً ولد أو بنت عنده زكاء لغوي جميل عنده زكاء رياضي عنده زكاء بصري عنده زكاء حركي عنده زكاء موسيقي عنده زكاء شخصي عنده زكاء اجتماعي بالمناسبة الزكاءات دي موجودة في كل إنسان تماماً لكنها من نسبة متفاوتة أيوة برفع حضرتك غير متساوية أتمنى أن الطلب يكون استنتجوها زي محضرك استنتجتها كده لأن إحنا منهجنا معتمد على تفهم المعلومة وتستنتج منها معلومات أخرى جميل فمثلاً الولد دو زكاءه اللغوي يقد إيه؟ 80% طب الرياضي يقد إيه؟ الرياضي هنا مقصوب بها الرياضيات مش الحركي مش الألعاب يعني المادة نفسها الرياضيات استخدام الأرقام والرموز زكاءه الرياضي 70% طب زكاءه البصري اللي هو التزويق والتلوين والتنسيق نقول مثلاً 60% طب الحرك الجسدي 100% هما شطار ما شاء الله علم في الحرك الجسدي اللي هو بقى إيه؟ زي الرياضة كده اللي إحنا بسميها الألعاب يلعب لعبة رياضية مميز فيها جميل الموسيقي 50% الشخصي 70% الاجتناعي 40% يعني كان الرقم يعني الفكرة أنه عنده كل الزكاءات لكنها من يسبب غير متساوية غير متساوية أنهي أفضل بقى نقيس الزكاء كده ولا كده تخيلوا أنتو يا أولاد هقيس الزكاء على بعضه يعني أنا هبقى 70% هبقى 70% في كل حاجة في حياتي أكيد لا طب أنا 80% بـ 80% في كل حاجة في حياتي كل واحد عنده مميزات علشان كده جاردنار رفض فكرة الزكاء الإيه الواحد وقال ما فيش زكاء ده فيه زكاءات يعني مثلاً أنا كنت مثلاً 120% باختبارات 120% 120% في كل حاجة في حياتي أكيد لا فجاردنار رفض نسب الزكاء اللي إحنا عرضناها ما شوية حتى أنا قلت رحضاً هنستفيد منها يعني إيه تمنهجنا جميل نسب الزكاء اللي أنا عرضتها اللي كانت معلومة إضافية مش عندنا في المنهج بتقول إيه؟ بتقول إن أنا عندي 140 120 110 من 90% ل110 هل بقى أنا لو خدت رقم زي دوت وممكن تكون نسب زكاء البشر هي كده صحيحة بس هل الرقم دوت يدل على نجاحي في الحياة؟ يعني أنا لو عملت نسبة زكاء بنسبة 120% ده معنى أن أنا هنجح في عملي؟ في عملي؟ لكن لا لكن لو أنا محدد كل نسبة لوحدها كل زكاء لوحده هعرف مثلاً إن ولد زكاءه اللغوي 100% يبدأ يدخل ألصن ده يشتغل إعلامي ده ينفع محامي ليه؟ عنده زكاء طيب ولد لقيت زكاءه الرياضي 120% مثلاً تمام ها؟ متفوق قوي في الرياضي ده ينفع مهندس ده ينفع محاسد عنده قدرة على استخدام الإيه؟ الأرقام الأرقام يبقى إذن جاردنر بيفضل الزكاء ولا الزكاءات؟ الزكاءات الزكاءات اللي هي مالها؟ غير متساوية الزكاء الواحد ما قدرش أستنتج منه إنت هتنجح في الحياة ولا لأ لكن الزكاءات المتعددة أعرف أنت مميز في إيه؟ بالمناسبة فكرة التعليم الجديدة أي معلدي إن أنا أعرف أنت مميز في إيه؟ أعمل لك اختبارات تدخل بها الكلية اللي تناسبك مش أحدد نسبة التحصيل العام أنت جبت كم؟ أنت جبت 98% يبقى تدخل طب طب ده معنى أنك هتتميز في الطب؟ لا طب مش شرط لكن لما أعرف زكاءاتك المختلفة يعني أعرف أنت مميز في إيه؟ فتنجح في العمل في المستقبل لأنني أعرفت أنت مميز في إيه؟ جميل نسأل بقى السؤال رفض نقط فكرة أحادية الزكاء مين اللي رفض فكرة أحادية الزكاء؟ جاردنار جاردنار طب قبلة ولا رفضة؟ يبقى إحنا كده متعامل مع سألة صحة وغلط قبلة ولا رفضة يا أولاد؟ رفضة رفضة طب لو قال لي قبلة يبقى صح قبلة فكرة أنا آسف رفض فكرة الزكاء الواحد هي اللي إيه؟ رفضة فكرة الزكاء الواحد يبقى صح طب قبلة فكرة الزكاء الواحد يبقى غلط هو أكد على فكرة الزكاءات جميل أتمنى أنتوا تكونوا استفدتوا من النقطة دي جميل يبقى تيرمن بيأكد على زكاء بشكل واحد تفكير مبرز إدراك علاقات وكسلر عمل هادف مين اللي رفضي الكلام ده؟ جاردنار وقال ما فيش زكاء ده فيه؟ زكاءات زكاءات طيب إحنا قلنا مثلا فيه زكاء إيه؟ لقوي رياضي بصري حرقي موسيقي شخصي اجتماعي تعالوا ناخد الزكاءات دي ونشرحها بالتبصيل يا ترى إيه خاصية وإيه معنى كل زكاء منهم هنبدأ بمين؟ هنبدأ بالزكاء اللغوي مدام لغوي يبقى إحنا بنتكلم على استخدام اللغة المنطوقة والمكتوبة مش اللغة لها شكلين؟ نظر إما أن تكون منطوقة أو مكتوبة يعني استخدام اللغة في القراءة والكتابة ده نفس المعنى على فكر هي المنطوقة والمكتوبة هي هي؟ القراءة والكتابة يعني تركيب وتكوين الجمل مين من الناس يكون عنده قدرة هيلة على تركيب وتكوين الجمل بشكل جميل؟ الشعراء الكتاب الأدباء الكتاب الناس دي عندها قدرة على تركيب وتكوين الجمل بشكل جميل وتعبير الفرض عما بداخله فيه ناس بتعرف تعبر عن اللي جواها كويس فيه ناس يا أستاذ أحمد فيه ناس يا عزيزي أنا الطلاب اسمه حكاء بيعرف يحكي بيعرف يوصف أي موقف فيه ناس تستمتع وهم بيتحدث عنده حاب كتير روية وتبقى مستمتع بحديثه وتبقى عايزة عارف حظاك تيتا وإحنا صغيرين لما كانت بتحكي لنا قصة نبقى عاديين مستمتعين حكاء بيعرف يحكي بغير طبعا الشعراء وغير الكتاب وغير الأدباء بنقول بس مثال بسيط يبقى تركيب وتكوين الجمل مثل الشعراء تعبير الفرد عامة بداخله الإنسان يعرف يعبر عن اللي جواه فيه ناس يحكي لك القصة تبقى أنت مبسوط من حديثهم مستمتع بيهم وهم بيتحدثهم تمام إيه خصائص بقى أصحاب الزكاء اللغوي بس نقول مرة كده أمثلة أصحاب الزكاء اللغوي احنا قلنا مين شعراء أدباء خطباء إيه خصائصهم التحدث والتعبير بطلاقة بيتكلموا كويس طبعا ده كان باين هنا لما قلنا الإنسان بيعرف يعبر عن اللي جواه باستخدام الزكاء اللغوي التحدث والتعبير بطلاقة بيتكلموا كويس قوي أصحاب الزكاء اللغوي مصري شعراء الأدباء الخطباء تمام حب السجع والتلاعب بالألفاظ طبعا دي موجودة أكتر عند مين حب السجع الشعراء السجع دوت يا أولاد اللي هو التوازن بين أو معرفة التوازن ما بين الحاجة اسمها الوزن والقفية أو وحدة الوزن والقفية اللي بتعمل حاجة اسمها نغم نغم موسيقي زي مثلا الخنساء لما قالت أعيني يا جودة ولا تجمدة ألا تبكيانا لصخر الندى ألا تبكيانا الجريئة الجميل ألا تبكيانا الفتى السيدة السجع دوت بيبقى موجود عند الشعراء الشعراء بيتحدثوا بشكل جميل بيعمل حاجة اسمها نغم موسيقي يبقى إذن من خصائص أصحاب الزكاء اللغوي التحدث والتعبير بطلاقة حب والتلاعب بالألفاظ بيعرفوا يتحكموا في الألفاظ تمام الاستمتاع بالألعاب الكلامية ما هو عنده مقدرة هيلة على التحكم في الايه؟ في الألفاظ في الألفاظ فبيعرف يتحكم في الألعاب الكلامية ويعمل مثلا فزورة بنسميها احنا كده مع الأولاد فزورة بيستخدم لفظ واحد بمعنى فأنت تفهمها غلط توريغ ايه زي التوريغ الاستمتاع بالألعاب الكلامية مرة كده التحدث بطلاقة حب السجعة والسجعة معنى الحفاظ على الوزن والقافية التلاعب بالألفاظ الاستمتاع بالألعاب الكلامية سمعوا دي أولاد ضحض الحجة بالحجة والخطابة زي ايه؟ زي اتنين محامين أمام قاضي كل واحد فيهم بيقدم بيقدم حجة يعني دليل وبيقدم خطبة طب القاضي اقتنع القاضي اقتنع بالأول وما اقتنعش بالتاني يبقى خطبة ودليل الأول هدمت خطبة ودليل التاني ده اسمه ضحض الحجة بالحجة لكن في نفس الوقت معاها اسلوب 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 الخطابة وما دام اسلوب خطبة يبقى احنا بنتكلم على الزكاء اللغوي كمان دقة صياغة العبارات البلاغية استخدام البلاغة العبارات البلاغية او استخدام البلاغة وده موجودة عند مين؟ الشعراء الشعراء والأدباء والخطباء احيانا كمان والكتاب الصحفيين يبقى ايضا من خصائص اصحاب الزكاء اللغوي احنا اصلا مش محتاجين نحفظه واحد عنده زكاء لغوي يبقى بيتكلم كويس نظب واحد عنده زكاء لغوي يبقى بيكتب كويس خاصة السجع زي الشعراء لاستمتاع بالألعاب الكلامية واحد بيتكلم كويس وبيعرف يقنع الآخرين زي مين؟ المحامي ضحض الحجة بالحجة دقة صياغة العبارات البلاغية طب ازاي ننمي زكاء زي دوت اي زكاء قابل للتنمية بالتدريب اي زكاء يمكن تنميته ننميه بايه؟ بتدريب يعني زكاء مثلا حركي انا عايز اخلي جسمي افضل انا عايز انمي مهارة كرة القدم هنميها بايه؟ موارسة وتدريب تدريب يبقى كمان الزكاء اللغوي يتم تنميته بايه؟ بالتدريب بالتدريب التدريب عليه بقى؟ اول حاجة كتابة موضوعات التعبير تمام كتابة موضوعات التعبير التعبير طب نكبر الموضوع شوي هو خلاص اتعلم وتدرب على كتابة موضوعات التعبير نكبر الموضوع يبقى كتابة مقالات مقال طب لو عنده موهبة يبقى كتابة شعر شعر يبقى كل ده بيتم تنميته بايه؟ بالتدريب بالتدريب اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا من الزكاء اللغوي تمام السؤال بقى مهم جدا وهنا بيركز على الاختيار من متعدد هيجيب لي خاصية من الخصاص مرتبطة بمهنة من المهن او حرفة من الحرف او وظيفة من الوظائف فيقول لي ايه مثلا يقول لي يظهر الزكاء اللغوي لدى اربع اختيارات منهم المحامي ويجيب معهم مهندس محاسب مدرب كرة كلم هنختار مين؟ المحامي المحامي هو دوت اللي يظهر عنده الزكاء لإيه؟ اللغوي يبقى احنا لازم نبقى عارفين المهن والحرف والوظائف اللي بيتوفر فيها الزكاء اللغوي او اصحابها بيبقى عندهم زكاء اللغوي يبقى ده سؤال اختيار من متعدد لازم يكون عندنا معلومات اضافية لازم يكون عندنا استنتاج المهنة دي ربط طبعا اجزاء من بره المنهج مع حاجات المعنى اللي احنا بنقوله من جوه المنهج لازم يكون عندك عنده معلوفات عندك انت كطالب معلومات اضافية تربط بها مع الحاجات اللي موجودة في المنهج تمام يبقى انت بتستنتج انت مش حاطظ ممكن تكون مضطر تفهم وتحفظ المعنى اللي عندنا عشان لما يجي لك معنى من بره المنهج تبقى فهم مزور فتعمل استنتاج طب كمان عند الشعراء عند الادباء عند الخطباء قلنا امثلة مثلا مش موجودة في المنهج زي مين المحامي زي المحامي ده ينقلنا لكمان زكاء اسمه الزكاء الرياضي المنطقي طب ده هيعتمد على ايه استخدام الالفظ استخدام الارقام ولا استخدام الالفظ الارقام طب مين الي بيعتمد على استخدام الالفظ الزكاء اللغوي الذكاء اللغوي استخدام الاعداد والرموز فاكرين ياولاد واحنا صغيرين لما كان بيقول لي شيل كلمة اكبر من ويعمل الرمز ده شيل كلمة اصغر من ويعمل الرمز ده يبقى ازكاء الرياضي معناه استخدام الأعداد والرموز كمان تنظيم العلاقات ودي أهم بقى جزئية في الزكاء الرياضي الزكاء الرياضي بيعتمد على تنظيم العلاقات جميل أي مسألة رياضية شاركنا كده يا سيد زحم أي مسألة رياضية عبارة عن معطية مضبوط وبيطلب في المسألة حاجة اسمها ايه مطلوب مطلوب الطالب بيستنتج ايه بقى؟ العلاقة بينه المعطيات والمطلوب فيصل لحاجة اسمها برهان الرياضيات كلها أيمة على تنظيم العلاقات معرفة أو استنتاج العلاقة بين المعطيات المعطيات والمطلوب فيصل إلى البرهان فالزكاء الرياضي معناه أولا استخدام العداد والرموز تنظيم العلاقات العلاقات كمان استخدام الأرقام في الوصف والتحليل استخدام الأرقام في الوصف والتحليل يعني استخدام الأرقام في الوصف والتحليل احنا ممكن نصف أداء لاعب كرة القدم باستخدام الالفاظ الألفاظ لكن كمان ممكن نعبر عنها بالأرقام فنقول إيه مثلا اللاعب رقم عشرة مزبوط لعب 85 دقيقة تمام أحرز هدف جري 15 كيلو عمل 30 تمريرة تمام هو أنا وصفته حللت أدو آه بس مش باستخدام الألفاظ ده باستخدام الأرقام الأرقام يبقى أنا استخدمت الأرقام في الوصف والتحليل في الوصف والتحليل إحصائيات يبقى الذكاء الرياضي زي ما برفع عليك يعني أتمنى المطلبنا كمان يكونوا استنتجوها استخدام الذكاء الرياضي معناه إحصاء يعني استخدام الأرقام في ال وصف والتحليل زي برضو وصف وتحليل الأوضاع الاقتصادية بيستخدم فيها بيستخدم فيها الأرقام ده برضو وصف وتحليل يبقى امثلة كده بسيطة استنتاجية من برى المنهج انت تقدر تربطها مع اللي احنا بنقوله استخدام الارقام في الوصف والتحليل مثل وصف وتحليل اداء لاعب كرة القدم باستخدام الارقام وصف وتحليل الاوضاع الاقتصادية باستخدام الارقام كمان استخدامها في التصنيف يعني ايه تصنيف يعني ترتيب يعني تقسيم زي مثلا الارشيف هل الارشيف ينفع اعتمد فيه على البيانات وبس لا لازم يتم تصنيفه باستخدام تقسيمه البيانات الشخصية مثلا بتاعت الناس في السجل المدني بيتم تقسيمها او ترتبها باستخدام الارقام يبقى بتستخدم الارقام في عمليات زي الوصف التحليل التصنيف حل المشكلات بطريقة علمية حل المشكلات بطريقة علمية زي ايه زي المعادلات الكيميائية هي المعادلات الكيميائية بنستخدم فيها الارقام ولا الالفاظ الارقام الارقام يبقى احنا بنحل المشكلات العلمية باستخدام الارقام مش باستخدام الارفاظ وهنا بيلعب على سؤال الصح والغلط تستخدم الارقام في الزكاء اللغوي؟ أكيد لا comptع؟ طب تستخدم الارفاظ في الزكاء الرياضي؟؟ أكيد لا أكيد لا طب هو اسمه الزكاء الرياضي الالايه؟? المنطقي المنطق هو الانتقال من مقدمات الى نتائج طب فين هنا الانتقال من مقدمات النفاقية كنا لسه بنتكلم على استنتاج العلاقة بين المعطيات والمطلوب فهو ليه اسمين زكاء الرياضي منطقي ايه خصائص اصحاب الزكاء الرياضي المنطقي زي مثلا المحاسبين في البنوك مش دول كده المفروض يبقى عندهم زكاء الرياضي اكيد لانهم بيتعاملوا مع ايه القدرة على استنتاج العلاقات الرياضية اللي احنا سميناها معرفة العلاقة بين المعطيات حب التعامل مع الارقام وده باين اصلا في التعريف والمعاني اللي احنا قلناها والامثال اللي احنا قلناها كتير الاستنتاج باجراء عمليات القياس القياس اللي هو الحساب والعد زي المحاسب في البنك كمان القدرة على اجراء التجارب جميل في البيت والمدرسة الاقبال على الانشطة العلمية مثلا احنا عندنا طالب ادبي وطالب علمي خاصة علم الرياضة طالب الادبي بتلاقي حضرتك مميز في الزكاء ده غالبا غالبا مش شرط بس غالبا بيبقى مميز في الزكاء وطالب علمي خاصة علم الرياضة بيبقى مميز في الزكاء الرياضة فعنده يعني اقبال اكبر على التجارب اقبال اكبر اكتر على الانشطة العلمية والتعامل مع الرسوم البيانية المسائل الرياضية اللي بتعتمد على الرسم البياني الصفات دي كلها والخصائص دي كلها غالبا موجودة عند اصحاب الزكاء الرياضي طيب كيف يمكن تنمية الزكاء الرياضي يا طرح تقدروا تستنتجوها يا طرى تقدروا تستنتجوها يا أولاد كيف يمكن تنمية الزكاية الرياضي أنا قلتلكم من شوية كيف يمكن تنمية الزكاية اللغوي عن طريق تدريب تدريب بس هنا بقى التدريب على موضوعات تعبير مقال شعر قصة قصة لكن لما جي تكلم على تنمية الزكاية الرياضي هيبقى برضو مقال وشعر وموضوعات تعبير أكيد لا تدريب مثلا على العملية الحسابية مضموط التدريب مثلا على حاجة اسمها الحساب الزهني يعني إيه حساب زهني يعني أحل زي ما تيرمن قالي من شوية أحل المسائل فين في عقلي في زهني من غير استخدام أدوات من غير استخدام وراء وقلم ده مما لا شك فيه أن أنا أحل المسائل في عقلي بس ينمي الزكاية الرياضي الرياضي الربط بينه مقاطيات ومقاطين حل الغاز الرياضية كل ده ينمي الزكاء الرياضي جميل احنا يعني خدنا جزء مهم جدا من النهاردة ركزنا فيه على معنى الزكاء وازاي الزكاء هو اختلف اختلف العلماء ما بين اختلف العلماء ما بين تعريف الزكاء علماء النفس وعلماء الوراصة وعلماء البيئة كمان قلنا انه علماء النفس نفسهم مختلفين زي تيرمان وسبيرمان وكسلر كل واحد فيهم بيئيس الزكاء بطريقة مختلفة تيرمان ركز على التفكير المجرد سبيرمان ركز على ادراك العلاقات وكسلر ركز على العمل الهادف لكن جي جاردينر رفض الكلام دوت وقال مفيش زكاء ده فيه زكاءات يعني انواع مختلفة من الزكاء ورفض فكرة الزكاء الواحد وخدنا مثالين النهاردة للزكاءات اللي اتكلم عنها جاردينر وهو الزكاء اللغوي وكلمنا عن صفاته وخصائصه ومن اللي مميز فيه واتكلمنا كمان عن الزكاء الرياضي المنطقي واتكلمنا عن خصائصه وصفاته ومين اللي مميز فيه واتمنى انتوا كونوا فهمتوا واستفدتوا وان شاء الله الحلقة الجاية هنكمل بقية الزكاءات مع بعض شكرا شكرا ما شاء الله عليك حلقة ممتعة الله يحفظ شكرا نزل نشرات رسمية بالاسئلة جيدة بالفعل ولا كلها مجرد طبعا التصريحات الوزرية وتصريحات المسؤولين انه خلاص الامتالي ما بين اختياره صحة وغلط لكن يعني انا اظن انه ممكن يكون فيه عدف التفكير في الموضوع ويبقى في جزء منه مقالي هنشوف دوة الفترة الجاية هنظن انه معقبلي لازم يبقى فيه تنويع في الاسئلة لازم يبقى فيه تنويع في الاسئلة ميبقاش شكل واحد دم اصret انه بعلمه او انا بعرفه انه يعني لا انت عندك اختيارات متعددة طب اعمل لي اختيارات متعددة في طريعة الاسئلة مش لازم يبقى ليه شكل واحد فانا اظن انه هيبقى فيه كمان المقالي بس طبعا بنسب مختلفة عن اللي كان بيحصل السنين اللي فاتت يعني أنه كان برضو فيه مشكلة أنه فيه اعتماد على شكل واحد من الأسئلة جميل فقبل كده في السنين اللي فاتت اللي هو السؤال المقالي وجزء صغير صح وغلط ده بالنسبة للمواد فلسفية مواد فلسفية جزء صغير صح وغلط فمطلوب ومقبول أنه يبقى فيه تعدد في نوعية الأسئلة ما يبقاش بعرف الطالب شكل واحد من الأسئلة هو بنسبة كبيرة ممكن يكون مرتبط بالظروف الرهينة اللي هي بتاعت إن شاء الله هيكون خير أنا شايف أنك مصلحة الطلبة في كل الأحوال طبعا لو أعتمد على الفهم ده يعتبر من أجمل حذاك شفت النهاردة يعني إحنا بنقول معلومات من جوه المنهج ومعلومات من بره المنهج ونربطهم مع بعض ونستنتج منهم وأتمنى أنه هما يكونوا استفادوا كنت أتمنى أنه أنا خلص الزكاءات كلها بس إن شاء الله إذا في حلقة تانية نخلص فيها الزكاءات عايز بس أقول للأولاد مهم جدا أن السنة دي يهتموا بالمذاكرة التراكمية جميل لأنه لما بيزاكر الدرس مرة ويسيبوا ممكن حفاك تزاكر درس وبعد أربع شهور أو خمس شهور تتذكروا أو تفتكروا صعب جدا المهم أنه يزاكر درس يجي الأسبوع اللي بعده يرجع عليه إن شاء الله يراوز يسيبوش لفترات طويلة طبعا طبعا مفيش ذهن ومفيش ذاكرة يعني تسيب المادة لفترة طويلة ويفتكرها بسهولة مزبوط هيعمل مجهود تاني من الأول طبعا إن شاء الله بس يقرأ مطلوب منه يقرأ بس خاصة لما يبقى الباب متصل يعني مثلا التاريخ الأحداث التاريخية متصلة مزبوط فمهم إنه قبل ما يذكر الدرس الجديد يرجع القديم يقرأ القديم يقرأ بس أكيد هيستفيد مزبوط وربنا يوفقهم إن شاء الله شرفتنا يا سربرهيم وياه تماما إن شاء الله نشوفك في حلقة قادمة بإذن الله نخلي الأسئلة للمرة الجاية معلومة بعدها إن شاء الله شرفتنا يا سربرهيم شكرا 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 على الإصلافة شكرا لحضرتك شكرا لأستاذ المشاهدين وطلبنا الأعزاء وألف شكر طبعا لمجموعة العمل اللي عندكو يعني ناس جميلة يعني ونشكر حضرناك ونشوفك في حلقة قادمة إن شاء الله تمانياتنا قلب كله وطلبنا الأعزاء والتوفيق إن شاء الله شكرا شكرا